أهل مخطوفي أعزاز يوكلون مفوضية حقوق الإنسان برفع دعوة قضائية على تركيا والسفير خليل نصر في مقابلة خاصة للأم تي في يمهل أنقرة أسبوعاً واحداً بعد العام الجديد لإرجاع المخطوفين تقرير حسين خريس قصدنا أهل المخطوفين في أعزاز بعد ثمانية أشهر من الوعود الكاذبة والمماطلة من المسؤولين لرفع دعوة قضائية على الدولة التركية وأملوا من المحكمة الدولية لحقوق الإنسان أن تكونت داعمة لقضيتهم والمحققة لعودة ذويهم الكلام لسفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان ووزير المنظمة الدبلوماسية لتعاون الأمني الانتربيكو في الاتحاد الأوروبي خليل نصر إشارة إلى أن الانتربيكو هي منظمة في مثابة انتربول أمني تراقب انتهاك حقوق الإنسان إذن كيف ستؤثر الدعوة القضائية على تركيا أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان ما في شك وأنا بأكد أنه هذه الدعوة هتعمل مشكلة وعائق لتركيا لتفوت بالاتحاد الأوروبي أنا بتمنى من الحكومة التركية تتعاطى معنا بجدية طالما عم بفوت جيش وعم بفوت سلاح من الحدود التركية باعتقد فيهم كمان هن من الحدود تبعهم يجبوهم لهاللبناني ويخلصوا هالمشكلة لي يعني حتأثر على صيتهم كتير وعما إذا كان هناك من مفاوضات أخيرة مع الأتراك قبل البدء بالدعوة عمليا يكشف نصور عن كثافة اتصالات بين الدول اللبنانية والتركية والسورية وعن مهلة أخيرة إذا ما لقينا نتيجة من خلال أول السنة أول يومين من أول السنة يعني فيك تقول أسبوع الجاي بأخيرة دعوة بتكون تقدمت دعوة اللي حنقدمها حط طال كل شخص بيثبت إلو علاقة بعملية الاختطاف الأبرياء هذا وسيتوجه الأهالي إلى مكتب نصور في لبنان بحضور محامل مفاوضية لتسليم وثائق سترفق بالدعوة إضافة إلى توكيل من المخطوفين أنفسهم حصل عليه ذووهم أثناء الزيارة الأخيرة لأعزاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر